السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعادنا مع الحلقة الأخيرة من مسلسل بتلوها الرؤى الأقراض هجم على الرقة وكانت هجومة عنيف جدا القائدة المجهد كانت محبوسة في المعسكر قاعدت تشتم في الأقراض وتقول الكفر الملعين وبعد كده قامت تضربهم بالنار والأقراض بيدهم تحذير أمامكم عشر دقايق وتخلوا المبنى لكن هي حابت تقاوم شوية في الوقت ده دخلت عليها أم ليس وقالت لها لازم نقاوم ومش ممكن نستسلم قالت لها لأ حنستسلم قالت لها أم ليس لأ حنموت في سبيل الله أم جهاد قالت لها لأ لازم نستسلم علشان ننظم صفوفنا وبعد كده ننتقم منهم أم ليس رفضت الكلام وقامت تضربهم لكن جات لها رصاصة ومادت أم جهاد قالت لها غبية طول عمر غبية مش بتسمع الأوامر وما زال الأقراض أعمالين يضربوا نار عليهم ومحاصرين المكان أما عمر فراح المستشفى في الرقة لأن قواته موجودة هناك وبيعيدوا ترتيب الصفوف عشان يهجموا على الأقراض لكن الهجوم شارس عليهم أم جهاد استسلمت هي والحريم اللي معاها وقالت لهم أنتوا تعرفوش أنا مين أنا قائدة لواء الخنساء طبعا رفعوها وخدوها معاهم روح والمجموعة اللي معاها قاموا عشان يتحركوا الأقراض هجموا على المستشفى الوطني بالرقة وأول ما عمر شافهم هجمين طلع حوالي ربعمائة رهينة وحطوهم قدام باب المستشفى عمر مسك الميكروفون وقال لهم عايزين تهجموا أهلا وسهلا بس في قدامك ربعمائة رهينة أما روح والمجموعة اللي معاها فكانوا بيجروا في وسط القصف والصحف كان بيحاول يحمي روح لكن الدرب كان في كل مكان لحد ما وصلوا مكاني يستخبوا فيه روح داخلت المكان قابلت هلدة اللي كانت هتهربها قاموا حضن بعض وقالت لها الحمد لله اللي انت كويسة أنا رحت لك في المعاد بس ما دقيت كيشي ناك وعرفتها على الصحفي وقالت لها ده أنقذني مرتين هلدة بتسألها هتعملي ايه قالت لها هرجع مصر الصحفي قال لها مش هينفع ترجع مصر لإنك لو رجعتي هيقبضوا عليكي لإن جوزك داعشي ومن كلامك عن الحكومة المصرية يبقى هيقبضوا عليكي أول ما تنزلي قالت له طب هعمل ايه هموت نوابني هنا قال لها لأ تيجي معايا لبنان وحقول اللي انت صحفية لبنانية وضع جواز صفرك أما أكرم والمجموعة اللي معاه فكانوا بيصلوا وأول ما سجدوا قام مسك الملفع الرشاش ونزل فيهم ضرب موتهم كلهم الأكراد طلبوا قائد الدولة الإسلامية في الرقة فعمر رد عليهم وقال لهم أنا أمير الجماعة في الرقة وطلبوا منه يعملوا معايا مفاوضات إنهم يسمحوا لهم بالخروج الآمن لأي مكان عايزين يروحوه ويتركوا المستشفى وعمر قال لهم هنخرج بجميع الأسلحة اللي معانا وحرمنا وأولادنا قالوا له دينا فرصة نفكر تلع وقف برة شوية وبعد كده ندوه قالوا له موافقين هنجهز لكم أوتوبسات تاخدكم بكل حاجة لكن في أربعة عملوا عملية في فرنسا اللي أربعة دول عايزينهم ولو رفضت تسلمهم اعتبر كل الالتفاقات ملغية عمر قال لهم أنا موافق أم أكرم فكان راكب عربية وماشي بيها مش عارف رايح فين وفعلا قوات الجيش الإسلامي وعمر وكل اللي معاهم خدوا حاجتهم وركبوا عربيات وقتوبسات عشان توصلهم عمر قام خطب فيهم وقال لهم الدولة الإسلامية لم تنتهي بعد وإحنا هنعمل عمليات كتير وأولها عملية هنهجم على المخيم اللي فيه الحريم والأطفال اللي أسروهم طبعا لأن مراته وابنه اتمسكوا وآخر مشهد في المسلسل روحوا ابنها عدوا من المنطقة اللي فيها الأكراد والصحفي سهد لها الأمور مع الأكراد وركبوا عربية عشان يروحوا لبنان وانتهت الحلقة على كده طبعا نهاية غير متوقعة كانت المفروض ترجع تركيا ومن تركيا على مصر وكان أقرب المفروض يقابلهم لكن المخرج عايز كده ترجمة نانسي قنقر